السيد حازم كان يعني أكثر تفاؤلاً شوية وده على فكرة ده وضع طبيعي بالنسبة للمرشحين سمة المرشح دائماً بيتكلم بيقول بعض الحاجات وأماله عريضة أوي ثم بعد ذلك عندما يصل بالواقع بيختلف ويبدأ فيه مش بنقول عزر من سبقه لكن يصطدم بيئة داخلية وبيئة خارجية بتختلف تماماً اللي يدو في الماء واللي يدو في الماء آه تمام فطبعاً يعني الكلام بتاعه طبعاً ممكن على السياسة الخارجية ما كانش فيه اختلاف كتير أو ما كانش فيه تبايم كتير لكن الموضوع بتاع يعني السياسة الخارجية ما فيهش اختلاف عن الوضع اللي السياسة المصرية الدولية خارجية في دلوقتي بالضبط لا لكن طبعاً هو طبعاً شوفوا إحنا أصلاح المتاجين برضو حاجات في السياسة الشريف يعني فيه مثلاً الوضع الحالي اللي احنا فيه دوت محتاج أمرين تقريباً يعني أمر متعالج بالسياسة الخارجية أو متعالج بالسياسة الداخلية المتعالج وكلهم مرتبطين بالأحداث اللي احنا فيها أمر الأولاني متصل بضرورة تغيير قواعد اللعبة من خلال تغيير معادة السنة المصرية الإسرائيلية فيه بعض بنودها الأساسية فيما يتصل بالأمن في سيناء وإتفاقية المعابر اللي كانت 2006 و2007 تبيت المعابر في لديلفي واللي كان فيها ولازالت حالياً أنها هي الإسرائيل المتحكم فيها بشكل غير مباشر يعني هي مش وقفة على المعبر يعني يوقف على المعبر كرما بوسيلناك مش وقفة على المعبر غزة أو معبر رفح من خلال وجود المندوب الأوروبي طبعاً الطرف الثالث في الاتفاق الطرف الثالث في الاتفاق وموجود في الضفة فهي مجمدة للي حركته أو هيمنى عليه ومسيطرة عليه تماماً فإنها هي اللي موجودة فده محتاج يتعدل ويتغير بشكل درامي يعني كل الموضوع ده على المستوى الداخلي طبعاً يعني إذا كنت حركته توقع أنك تسمعه من المرشح وما سمعته آه بالضبط طبعاً أنه لازم يحصل فيه تغيير للكلام دوت الأمر الثاني متعلق به وده لمسوا بشكل سطحي شوية أو يمكن ما كانش عنده وقت أنه يتلمسوا بشكل أكبر شوية اللي هو موضوع المتصل بالمناخ الخارج دوت كان المفترض استغلال من مناخ الحجد والتعبئة لصالح صنع قرار المصري في الحفاظ على الأمن القوم المصري فيه أنه يفتح المجال يقوم بفتح المجال العام من في الداخل في فكرة الاستخدام اللي كان بيكلم عنها على مستوى الداخل بالضبط هو طبعاً تتكلم عن كشور بعض الحاجات كده يمكن ما كانش عنده وقت أو حاجة زي كده يعني الموضوع بتاع الحبس الاحتياطي الموضوع بتاع التظاهر الموضوع بتاع حرية المجتمع المدني الموضوع بتاع حرية الإعلام الموضوع بتاع استقلال القضاء كل الأمور دية طبعاً الأحزاب السياسية بس هو يعني برضو للأمانة العامة الأمانة بشكل عامة إنه هو ما كانش كاتب اللي حارب تتكلم عنه ده في البرنامج هو قال إنه برنامج ده شيء بسيط وعنوين جايز يكون موجود عنده في أفكاره أو في رؤيته بشكل مفصل بس هذا مش معروض علينا ده اللي كان مهم إنه حتى أي مرشح تلوقتي يلجأ إليه يعني أي مرشح يعني هو لده اللي انت كراجل مواطن مستني تسمعه مستني أسمعه يعني النهار ده مثلاً على سبيل المساعد أنا سمعت مثلاً في المؤتمر الصحفي بتاع الرئيس السيسيو مكروه أنا مش حابب قوي إنه إحنا نكتر المصطلحات الغربية أو اللي بيقولوا الغرب يعني ده إفراج عن الأسرة إفراج عن الأسرة طب فين يا جماعة إفراج عن الستلاف أسير الموجودين في سجون الاحتلال ليه ما بيجيش سريتهم دول هؤمن أساس يعني ده أحد الأسباب إضافة للتهويل إضافة للإستيطان وإضافة للتهاك المخدسات أفرجوا الكلام عن تغيير المفردات واللوع وفقاً لأولوياتك أنت بالزرط طيب شوز محمد